ومن أخبارنا الاقتصادية حيث تدرس مصر إطلاق ثالث صندوق الاستثمار في الذهب بعد زيادة عدد المتقدمين للاستثمار في الصندوقين الحاليين إلى نحو 103 ألاف عميل حتى نهاية مارس الماضي وأكد رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم لتنويع البدائل والحلول الاستثمارية والإدخارية ويهدف صندوق الذهب إلى الاستثمار المباشر في المعدن بطريقة شفافة تخضع للإشراف والرقابة مع تتبع قيمة الوثيقة للسعر ومؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية